مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع حيث تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع وأيضا هناك نشاط لرياح البوارح في المنطقة الشرقية وتؤدي إلى إثارة الغضار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الاثنين حيث تكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وهناك نشاط لرياح البوارح في المنطقة الشرقية والأجواء حارة في المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 38 وصغر 26 المنطقة الشمالية الشرقية 40 إلى 28 والمنطقة الشرقية 40 إلى 34 والمنطقة الوسطى والرياض 43 إلى 30 والمنطقة الشرقية 35 إلى 30 والمنطقة الجنوبية الغربية 28 إلى 22 درجة مئوية يوم الثلاثة ارتفاع آخر ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة الشمالية الغربية العظمى 40 وصغر 27 الشمالية الشرقية 41 و29 المنطقة الشرقية 40 إلى 34 والمنطقة الغسطى 43 إلى 30 والمنطقة الغربية 35 إلى 31 والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئية أجواء غائمة جزئية مع فرصة لسقوط زخات رعادية من مطر أحيانا 28 إلى 22 درجة مئوية يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة لكن المناطق الغربية أجواء حارة 40 إلى 26 42 إلى 29 في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية 42 إلى 35 والمنطقة الوسطى 44 إلى 31 والمنطقة الغربية 36 إلى 31 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئية مع سقوط زخات رعادية من مطر أحيانا 29 إلى 24 درجة مئوية وأيضا استنوار الأجواء الحارة إلى جديدة الحرارة يوم الخميس خاصة في المناطق الغسطى والشرقية والشمالية الشرقية من المملكة في الشمالية الغربية 4026 الشمالية الشرقية 43 إلى 30 المنطقة الشرقية 41 إلى 34 والمنطقة الوسطى 44 إلى 32 وهنا نشاط لرياح البوارح أيضا وارتفاع آخر على درجات الحرارة المنطقة الغربية 36 إلى 32 والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعادية من مطر أحيانا 32 إلى 25 درجة مئوية يوم الجمعة مناطق الشمالية الغربية ارتفاع قليل انخفاض قليل على درجات الحرارة عفوا مع بقاء الأجواء حارة 38 إلى 25 المناطق الشمالية الشرقية 42 إلى 29 والمنطقة الشرقية 41 إلى 33 ورياح البوارح يومي الخميس والجمعة قد تصل إلى منطقة الرياض وهناك ارتفاع آخر في المنطقة الغسطى على درجات الحرارة العظمى نتوقع 45 إلى 33 والمنطقة الغربية 37 إلى 31 والمناطق الجنوبية الغربية 31 إلى 24 مع أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات رعادية من المطر يوم السبت أيضا توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المنطقة الوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة المناطق الشمالية الغربية 38 إلى 25 المناطق الشمالية الشرقية 42 إلى 29 المنطقة الشرقية 40 إلى 32 والمنطقة الوسطى 46 إلى 33 المنطقة الغربية 37 إلى 31 درجة وأيضا المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة إلى اللقاء